اشتركوا في القناة وبركاته يسرني وبصفتي رئيسا للجنة الاشرافية على سلامة الانتخابات لعضاء مجلس النواب بالمحافظة الجنوبية ان اعلن نتيجة انتخاب عضوية المجلس النيابي وكذلك المجالس البلدية للدور الثاني في الدوائر الانتخابية التابعة لهذه المحافظة حيث تبين بعد استلام جميع محاضر لجان الاقتراع والفرز والاوراق الانتخابية من مختلف اللجان الفرعية واللجان العامة واللجان الاقتراع بالخارج ما يلي اولا انتخاب اعضاء مجلس النواب الدائرة الاولى حيث تنافس فيها كل من نسريم معروف عمرو معروف وكانت الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها هي 2173 بنسبة وقدرها 43.08% واحمد محمد احمد سعد العامر وحصل على اصوات صحيحة وقدرها 2871 بنسبة وقدرها 56.92% وبذلك اعلم فوز المترشح احمد محمد احمد سعد العامر بمقعد هذه الدائرة الدائرة الانتخابية الثانية حيث تنافس فيها كل من محمد سلمان محمد صالح الاحمد والذي حصل على عدد اصوات وقدرها 1826 بنسبة وقدرها 35.54% مع عيسى علي جمال القاضي الذي حصل على عدد اصوات وقدرها 3312 بنسبة وقدرها 64.46% وبذلك يكون المترشح عيسى علي القاضي فاز بمقعد هذه الدائرة الدائرة الانتخابية الرابعة حيث تنافس فيها كل من علي احمد علي زايد الذي حصل على عدد اصوات وقدره 4312 بنسبة وقدرها 56.01% مع محمد يوسف محمد المعرفي الذي حصل على عدد اصوات وقدرها 3387 صوتا بنسبة وقدرها 43.99% وبذلك يكون المترشح علي احمد علي زايد فاز بمقعد هذه الدائرة الدائرة السادسة حيث تنافس فيها كل من المترشح محمد عبد الرحمن درويش علي التتان الذي حصل على عدد اصوات وقدره 2598 بنسبة وقدرها 41.18% مع المترشح عبد الرزاق عبد الله علي حطاب الذي حصل على عدد اصوات وقدره 3711 بنسبة وقدرها 58.82% وبناء علي يكون المترشح عبد الرزاق عبد الله حطاب فاز بمقعد هذه الدائرة الدائرة السابعة حيث تنافس فيها كل من احمد سالم محمد سالم التميمي الذي حصل على عدد اصوات وقدره 2919 صوتا صحيح بنسبة وقدرها 47.19% مع المترشح علي ماجد علي النعيمي الذي حصل على عدد اصوات وقدره 3267 صوتا صحيحا بنسبة وقدرها 82.81% وبذلك يكون المترشح علي ماجد النعيمي فاز بمقعد هذه الدائرة الدائرة التاسعة الذي تنافس فيها كل من بدر سعود جبر عبد الله الدوسري والذي حصل على عدد اصوات وقدره 2288 صوتا بنسبة وقدرها 57.13% مع نوار عبد الله المطوع الذي حصل على 1717 صوتا صحيح بنسبة وقدرها 42.87% وبذلك يكون المترشح بدر سعود جبر الدوسري فاز بمقعد هذه الدائرة اعلان نتيجة الاقتراع والفرز لعضوية المجلس البلدي في الدائرة الاولى حيث تنافس كل من جاسم خليفة جاسم حسين بحمود الذي حصل على عدد اصوات صحيح وقدره 2323 بنسبة وقدرها 46.88% مع ايمان حمد حسن عبد الله التي حصلت على 2632 صوتا بنسبة وقدرها 53.12% وبذلك تكون المترشحة ايمان حمد حسن عبد الله فازت بمقعد هذه الدائرة اما الدائرة الثانية فحيث تنافس فيها كل من المترشح مالالله شاهين مالالله شاهين عبد الله حيث حصل على عدد اصوات وقدره 3013 صوتا صحيحا بنسبة وقدرها 59.31% مع المترشح محمد عبد الله الخال الذي حصل على عدد اصوات صحيح وقدرها 2067 صوتا صحيح بنسبة وقدرها 40.69% فيكون المترشح مالالله شاهين مالالله شاهين فاز بمقعد هذه الدائرة الدائرة الثالثة حيث تنافس فيها كل من محمد محمد عبد الله حسين الرفاعي والذي حصل على عدد اصوات وقدره 2703 صوت بنسبة وقدرها 47.50% مع عبد الله ابراهيم عبد اللطيف ابراهيم الذي حصل على عدد اصوات صحيحة وقدرها 2988 صوتا بنسبة وقدرها 52.50% وبذلك يكون المترشح عبد الله ابراهيم عبد اللطيف ابراهيم فاز بمقعد هذه الدائرة الدائرة الرابعة حيث تنافس فيها كل من عمر عبد الرحمن محمد عبد الرحمن وحصل على عدد اصوات وقدره 4659 صوتا صحيح بنسبة وقدرها 60.48% مع المترشح عيس محمد خالد لغرير الذي حصل على عدد اصوات وقدره 3044 صوتا بنسبة وقدرها 39.52% وبذلك يكون المترشح عمر عبد الرحمن محمد عبد الرحمن فاز بمقعد هذه الدائرة الدائرة الخامسة حيث تنافس فيها كل من عبد اللطيف محمد سلمان محمد وحصل على عدد اصوات صحيح وقدره 3682 صوتا بنسبة وقدرها 51.84% مع المترشح خالد صالح محمد شاجر الذي حصل على عدد اصوات وقدره 3420 صوتا بنسبة وقدرها 48.16% وبذلك يكون المترشح عبد اللطيف محمد سلمان محمد فاز بمقعد هذه الدائرة الدائرة السادسة حيث تنافس فيها كل من خالد عبد الله راشد عبد الرحيم جناحي وحصل على عدد اصوات وقدره 3766 صوتا بنسبة وقدرها 60.41% مع المترشح ابراهيم ابو بكر علي محمد الذي حصل على عدد اصوات وقدره 2468 صوتا بنسبة وقدرها 39.59% وبذلك يكون المترشح خالد عبد الله راشد جناحي فاز بمقعد هذه الدائرة اما الدائرة التاسعة للمحافظة الجنوبية لعضوية المجلس البلدي فقد تنافس فيها كل من ناصح عايض عساف الدخيل الذي حصل على عدد اصوات وقدره 1798 صوتا صحيح بنسبة وقدرها 46.17% مع المترشح طلال عتيق بشير ادهام الذي حصل على عدد اصوات وقدره 2096 صوتا صحيحا بنسبة وقدرها 53.83% وبذلك يكون المترشح طلال عتيق بشير ادهام فاز بمقعد هذه الدائرة شكرا